موسيقى موسيقى لو عدنا الآن عملنا انعطافها سريعة إلى الموقف الدين الحقيقي يقول لي ما هي علاقة هذا بالدين هذه محاضرة أدبية نفسية اجتماعية ولا دينية الدين الذي لم نفهمه الدين الذي ضيعناه لحساب الدين الفقهوي غير هذا تماما قرآنا وسنة وسيرة قرآنا وسنة وسيرة القرآن يكفي هذه الآيات لماذا هؤلاء مجرمون وصموا بوصم الجريمة ولماذا هم في النار مخلدون لم نكوا من المصلين ولم نكوا نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين استسخارا وهزءا وغمزا وهمزا ولمزا وتنقصا وحربا على دعاة القصد والعدل النبي وحزبه وأصحابه عليه الصلاة وأفضل السلام هم هؤلاء فاستحقوا غضب الله ونقمته وسوء عذابه وسوء المصير والعياذ بالله وهم به حقيقون أيضا نفس الشيء كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمع هذا القرآن آيات كثيرة لهذا المعنى أما النبي عليه الصلاة وأفضل السلام المصلح الأعظم والإنسان الأكمل أكمل صورة للإنسان في كل كمال متوهم ومقدر له جاوزها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام جاوزها جاوزها وطبعا أكيد جاوزها لأنه جاوز خيالك وخيالي جاوز تقديرك وتقدير أكبر من هذا بكثير كلما اتسعت كلما اتسعت علمت أنه جاوزها تقول عجيب سبقني سبقك بأشواط لا يقدر خدرها شيء أكبر مما تظن وكان حازما وصارما هنا الشيء الذي ينبغى أن يلفت إليه النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان حييا عليه الصلاة وأفضل السلام لحكي أنه كان في مواقف معينة محددة يصدر عن منطق مختلف لا يعود يعبأ بمن أمامه بخاطره لألا ينجرح أو ينكسر لا يعود لماذا؟ هذا لا يكون إلا في حالات يرى فيها عليه الصلاة والسلام ويقدر أن قيمة أخطر بكثير من معنى جبر خاطر أو كسره قد ماذا؟ قد كسرت أو انتهكت أو ديس عليها فلا يمكنه لا يسعه السكوت عليه الصلاة وأفضل السلام عن سهل ابن سعد الساعدي والحديث في الصحيحي يقول كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فمر رجل فقال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله لرجل يجلس حذاءه بجانبه ما رأيك في هذا؟ لم يسأل سهلاً لكن سأل هذا الرجل صحابي آخر قالوا يا رسول الله هذا من أشراف الناس هذا رجل غني من عائلة شغل محترم يعني هذا من أشراف الناس حقيق إذا خطب أن ينكح يخطب من أي علم بزوجه بنتهم عادي إذا خطب أن ينكح وإذا قال أن يستمع لقوله ساكت الناس ثم مر رجل آخر فسأله كرة أخرى عليه الصلاة والسلام وما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا من فقراء الناس من ضعفاء القوم هذا مسكين غلبان شقيان مثل أرملة سمنوت من يد سمنوت هذا من ضعفاء الناس من فقراء الناس هذا حقيقه يعني إن خطب أن لا ينكح وإن قال ألا يسمع لقوله وفي رواية أخرى يعني إن حضر ألا ألا كذا وإن غاب ألا يسأل عنه قال فإن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذلك ما حانا مخيف بالصحيحين معنى مرعب والرسول لا يبالغ كمبالغتنا نحن يعي ما يقول هذا خير عند الله طبعا مش عندكم عندكم ما شاء الله هي ما قيسكم بقوله من النبي هذا من خياسك يا صاحبي وكان يؤدب ويعلم الحمد لله وتعلمهم تعلموا خير أم أخرجت للناس لكن كان لابد أن يتعلموا على فكرة حزن ومأساة والله العظيم كل هذه المعاني التي ابتذلناها ودسنا عليها ولم نعود نعبه بها ولم نعود نعير تديننا بها المتدين عندنا ليس الذي يترجم هذه المعاني لا أبو لحي عطوال أبو جلباب كميش اللي حافظ قرآن أكثر اللي حافظ الصحيحين اللي حافظ قصص ويش علاقة هذا بالدين الحقيقي حافظ كل إشي ومش متدين حافظ كل إشي والعياذ بالله وأقرب إلى الفجر الفسقة مش هذا ممكن مش حافظ ما عنده لكن عنده هذه المعاني وترجمه في حياتي هذا أولى بالله منك وأقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك أيها الحافظ المسكين إحنا مسكين حوالنا الدين فعلا إلى قضية شكلانية ريائية فقط تستحي للمتاجرة والمراءة قال له فإن هذا خير من ملع الأرض من مثل ذاك يعني ملايير ملايير مثل هذا ما بسوهش هذا طب ليه طبعا النبي بوحي الله ونوره اطلع على معاني في روحانية هذا ونفسيته وعلى معاني أخر ولذلك حديث آخر قريب المعنى من هذا قريب المعنى من هذا رجل غني جالس في محضر رسول الله صلواته ربه وتسليماته عليه فآتى رجل صحابي وضعوا عليهم أجمعين فقير وجلس إلى جانبه إلى جانب مين؟ الغني فكأن الغني قبض شيئا من ثوبه طبعا ثوبه نظيف وأبيض ومبخر ومعطر يعني وهذا فقير مسكين جامل حقل ربما وارجان وكذا فقبضها كذا بلا شك أن الفقير إذا يعني إذا رأى هذه الحركة ينكسر خاطره وليس كذلك لا ندري رأى لم يرأ النبي رأى لم يسكت قال له يا فلان أخشيت أن يعد غناك على فقره أو يعد وفقره على غناك يا شو التعبيد عجيب هذا قال له ما شاء الله ما شاء الله كففت ثوبك مسلم الكف هذا كففت خبض بعضه كففت ثوبك ليس يعني خائف أن شيء من غناك يتسرب إلى فقره فيغنيه ولا خائف شيء من فقره يتسرب إلى غناك فيفقره يعني يا فلان أخشيت أن يعدو غناك على فقره أو يعدو فقره على غناك انظر التعليم قال يا رسول الله أو شر للغناء لم يكن يعلم شوف معلم النبي لابد أن يعلم وإحنا اليوم لابد أن نعلم إذ عردنا أن نكون أهل سنة وعلى مذهب السلف أن نعلم هذه المعاني الصدق الإخلاص التواضع الحميمية التواصل البعض عن الرياء البعض عن الشكلانية البعض عن الكذب نقول حق ولو على أنفسنا لكي نبدأ نشعره بتدين حقيقي في المجتمعات وفي الناس ليس هذه الحالة الزلية التي نحن فيها أقسم بالله حالة من أعجب ما يكون وكأن الأمور من أحسن ما يكون والله العظيم من أردأ ما يكون وأنا أعلم بالرسول أقسم بالله من أردأ ما يكون ما أعرف يا أخي شيء غريب لنحن في هذا كله ساكت كأن الأمور حلوة ممتازة ليس ممتازة بالمرة ليس ممتازة تخيل نبينا أبدا أو شر الغناء قال نعم غناك شر عليك وفقره خير له غناك يقودك إلى النار وفقره يقوده إلى الجنة قال له فقير متواضع فقير مخلص أنت غني مستكبر أنت غني صاحب بأو وزهو شايف حالك تقبل ثوبك هذا طريق جهنم قال له نعم المال الصالح للرجل الصالح ليس للرجل المزهو بنفسه لجا يستكبر على عباد الله يا ابن الترابي ومأكل الترابي غدا أقصر فإنك مأكل ومشروبه شيء غريب هكذا كان النبي يعلم عليه الصلاة وفتره السلام ولذلك في حديث رزين والطبراني وغيرهم كثير ألا أخبركم بشراركم قالوا بل يا رسول الله شرار عباد الله قال الذي يأكل وحده قال أناني سألتك نفسي أنا وليكن بعدي الطوفان الذي يأكل وحده ويجلد عبده قاسي غليظ عاس قلب قاس عاس يجلد عبده على أي شيء يضرب عنده رحمة عنده شفقة بالخلائق الذي يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده ويمنع رفده بل يا رسول الله طبعا ولا بد أن نسأل كثير عن الشر أنتبهوا مهم جدا أن المؤمن يتفقه في الشر لماذا؟ لألا يقع فيه كما قال حذيف فقيه الفتن ابن اليمان رضي الله عنهما وأرضاهما كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني طبعا حتى ما بدقع فيه تفقه تفهم مداخل الشيطان ومداخل النفس أخديع النفس بل يا رسول الله قال الذين لا يغفرون ذنبا ولا يقبلون عذرا ولا يقيلون إيه أحدا تتفق مع شغل بيع شراء ولك خلاص العقد شريعة المتعاقدين فقيه قانون كبير أنت يا أخي بدأ لي وضع صعب رجعت لقيت علي دفعية كبيرة أقلني بايعتي يا أخي ما صار يعني لا يا أخي العقد شريعة لأنه طبعا لأنه حين باعك عرف كيف أي يختدعك باعك ما حق وأي يباع بعشر بعشرين فلا يعود في باعته أما المؤمن التق الصالح الذي يكون حطى لك هي بتسوى عشرة باعكيها بسبعة رحمة بك رقة لحالك فإذا أردت أن تقال أقالك وهو المستفيد لأنه يعلم أنه يبيعها بعشرة وأكثر من عشرة هذا المؤمن الصالح يقيل مباشرة يقيل الشرير لا يقيل يقول لك لا خلاص العقد شريعة لغة الفقه شفت عشق القانون يسموه الفرنسيون ونحن النزعة الفقهوية العقد شريعة المتعاقدين إن أنسى لا أنسى تلك الحلقة الكئيبة في الشريعة والحياة قبل سنوات طويلة وما كان في الشيخ القرضاء رحمة الله عليه كانوا أحد ثاني هذا مدير بنك إسلامي باللحية تضرب إلى سرتي من غير مبالغة وعلى فكرة حتى في التعليقات هناك كثيرون عيام تلك الحلقة أبدأوا استهاءهم الرجل يتكلم كرأس مالي جشع لا يشبع نهم لا يرتوي أبدا ولا يخنع بسألوا للمحاور قالوا بس على كل حال يعني قالوا ما معنى اقتصاد إسلامي ما معنى بنك إسلامي إحنا فتعين جمعيات تعاونية تبا لك ولا اقتصادك الإسلامي إذن تبا لك ولا هذه البنوك الإسلامية التي تأخذ من الناس أكثر مما تأخذ البنوك الرباوية بس الحمد لله بالحلال ما هذا ما هذا العبث ما هذا الاستغلال ما هذه المتاجرة بالدين وظلوا يتاجرون بالدين ولذلك أنا قلت مرة على لسان المرحوم معالي الشيخ صالح كامر رحمة الله علي رجل الصالح إن شاء الله نعصبه كذلك وهو ذهب إلى ربي قال لي والله يا ابني ما لدمت على شيء في حياتي ندمي على قضية البنوك الإسلامية وهو ثاني رجل في تاريخ المسلمين المعاصر افتتح بنكا إسلاميا أول ما افتتح بنكا إسلاميا سعادة الشيخ سعيد لوتاه رحمة الله علي أيضا درجة إلى ربه العماراتي أول بنك عملوا الشيخ سعيد لوتاه ثاني بنك عملوا الملك لما رحوا الملك فيصل رحمة الله علي مع الشيخ صالح كامل وآخرين الثاني واحد قال لي أكثر شيء ندمت عليه في حياتي شاء في الجشع كيف يتحرك وعلى جميع المستويات وأحكي لكم شيئا من غير أن أذكر أي محددات ذات مرة رجاءني رجل اقتصادي كبير كبير بلا شك وهو رجل فاضل جاءني إلى البيت قال لي يا فلان أنا أتيتك لأننا نريد أن ننشئ بنكا إسلاميا بعون الله كبيرا وهو رجل اقتصادي رجل اقتصادي يعني متمرس وباد يحكي لي وأنا فرحت بهذا شيء طيب هذا المسلمين على مستوى أوروبا يكون وقال وقعد اختيار عليك لتكون مستشارا لهذا المجمب النحفقية قلت له يا سيدي لن أسألك عن المرتب وكذا هذا ليعني كثيرا يعني أن تسمع مني شرطي الوحيد الأوحاد والله العظيم هذا في بيتي يعلم الله أو حي يرزق إن شاء الله قال لي ما هو قلت له أنا لا ألبي مخترحات أنا أعطي تصوري الفقير تعطيني المسألة أدرسها ثم أقول لك الحكم الشرعي فيما يبدو ليه وكذا كذا كذا لكن ليس ألبي مقترحات أن أريد نمشي الموضوع الفلاني أن أريد نسوغل هذا ما عندي أحمر وجهه وتغير وعلمت يريد مستشارا يلبي مقترحات يعني بطعم من حالي وأولادي حرام وأبوه بغضب الله بئس الرزق وبيئس المرتب وطبعا أنا أعلم كان سيكون مرتبا عاليا جدا جدا لا أحلم فيها في حياتي لا يعنيني أشخد الله أن هذا ما حصل بحثافيري في بيتي مر وجهه وتغير خير 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 إن شاء الله خير وأخذ كرماته وضيافته ثم لم يعد لا بالهاتف ولا برجلين الموضوع انتهى بالكامل نريد تدينا حقيقيا حتى ممن يقفون وراء مؤسسات وهيئات إسلامية ومشاريع إسلامية اتقوا الله في هذه الأمة وليكن عينكم دائما على مصلحة الناس على الرفق بالناس على تقديم الخير للناس بدل الندى للناس ووجهكم دائما لله لا لأنفسكم ولا لدنياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا